قد لا تصل يد العدالة المغلولة في العراق إلى القاتل المباشر حتى وإن وصلت فما عساها تفعل وهي مكبلة بنظام سياسي اشتهر بالفساد ومؤسسات أمنية يرأسها ويشرف عليها قادة بتاريخ ميليشياوي حافل وتشاركها بالمهام على الأرض ميليشيات منفلتة ترى نفسها فوق القانون هذا إن وجد قانون أصلا بعد قرابة العام على انتهاء الحرب على تنظيم الدولة وضمحلال ذريعة الحرب على الإرهاب التي جزرت تحتها آلاف العراقيين في السجون وخارجها لم تتغير ممارسات الأجهزة الحكومية بل على العكس ازدادت قسوة وبطشة خاصة في المناطق المستعادة من تنظيم الدولة في نينوى والأنبار وصلاح الدين وحزام بغداد لكن مع ضجيج الساسة ودعايات الإعمار والبناء والتكتم الشديد على ما يجري تتسرب بين الحين والآخر فصول بسيطة من قصص المعاناة وتنفضح للإعلام ممارسات القوات الحكومية ومعها ميليش الحجد ضد سكان تلك المحافظات من حملات اعتقال تعسفية تتم تحت جنح الظلام بأساليب وحجج انتقدها ساسة العراق أنفسهم وقالوا إنها تسببت بما جرى عام 2014 صحيفة العرب الجديد نقلت عن مسؤولين حكوميين في تلك المحافظات قولهم إن الأوضاع أسمع مما كانت عليه في السابق إذ أضحت عمليات القتل والتعذيب تحت ذريعة وجود متعاونين مع تنظيم الدولة واسعة كما أن الابتزاز في السجون بلغ ذروته فقد لا يكفي البريء إثبات براءته للخروج من السجن بل عليه دفع أموال طائلة لضباط وسماسرة وقادة بالميليشيات كي يفرج عنه وأغلب هذا يتم بوشاية ما يعرف بالمخبر السري سيء الصيت معاناة سكان الأنبار ونينا وصلاح الدين تحت سياط جلادي السجون أو رحمة نقاط التفتيش يراه قادة الأجهزة الأمنية والميليشيات دليلا على إتقان العمل إذ كلما زادت نسبة الاعتقالات ينتظر في المقابل شكر من الوزارة أو نيل لرضى القادة السياسيين هذا فضلا عن مصدر الدخل الكبير الذي تمثله تلك الممارسات لا سيما وأن كل جهاز أمني يعمل بشكل مستقل عن الآخر في ضياع لمفهوم الدولة بين دولة العصابات أو عصابات الدولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر